لا يخفى على الجميع ولا يستطيع أي منصف أن ينكر دور المعلم وفضل رسالته على المجتمع والأجيال المعلم العراقي يكاد يكون صاحب الريادة في ممارسة الدور التربوي والتعليمي في ظل ظروف بالغة الصعوبة هذا حال المعلم العراقي أستاذ علي قواك الله شنو بعد شنو وهي الهجمة الهسة على المعلمين اللي يقول لك يضربون وما يداومون وقاعدين هاي وضعية المعلم حل يشوفوها باقي دوار الدولة الموظفين والناس القاعدين بالبيوت حل يشوفون المعلم في العراق تعاني شريحة المعلمين من تهميش وإغفال لأبسط حقوقها فالمعلم العراقي لم يدخر جهدا في ممارسة دوره الإنسان بمختلف الظروف وأشدها صعوبة حيث قدم المعلمون قوافلة من الشهداء سواء كان ذلك في زمن الإرهاب الأسود أو أثناء جائحة كورونا دوار بعد على بداية والعام الدراسة بعد على بداية وإحنا ندوم 100% بالمعلومة إحنا موعدنا الكتروني جاي ندوم 100% من السبت الحد الخميس إحنا في زمن المضاعة ندوم 100% مدرستنا سبن كارونا ندوم 100% وكل سي نسبتنا 100% صفحات وكتب ودواوين كثيرة ملأها الشعراء والكتاب على مدى قرون أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي قد تكون الأكثر شهرة عندما بدأ قصيدته بالقول قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسوله وسبقه وتبعه الكثيرون في هذا المجال لكن هذه الكلمات تبقى في بعض مجتمعتنا مجرد أبيات تذكر في المناسبات من دون ترجمتها إلى حقيقة واقعة للإيفاء ببعض ما يستحقه المعلمون وحتى مدارس الطين لم تمنع المعلم من أداء دوره على الرغم من غياب أبسط وسائل الراحة والوسائل التعليمية فضلا عن معاناة الكثير من المعلمين في الوصول إلى مدارسهم في مناطق نائية وطرق تتحول إلى أوحال مع أول زخة مطر أقصى ما يطمح إليه المعلم في هذه الأيام التفاتة من الجهة المعنية لتحسين الوضع في المدارس المنهكة وحماية الكوادر التعليمية من الاعتداءات المتكررة بحقهم من دون أن يكون لهم مضمع شخصي مكتفين برؤية الأجيال تتخرج من تحت أيديهم لتأخذ دورها في بناء المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر